أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه وهذا الحديث أيضاً في صحيح سنن أبي داود للإمام الألباني عليهما رحمة الله تعالى من رواية أبي كبشة رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرًا ويمسي مؤمناً ويصبح كافرًا القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائم فيها خيرٌ من الماشي والماشي فيها خيرٌ من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم هذا الحديث كما أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وهو في بابٍ عظيم من الأبواب المهمة بالنسبة للعبد في دنياه وفي أخرى بباب الفتن والفتن جمع فتنة والفتنة تأتي في القرآن وفي النصوص بمعانٍ كثيرة منها أن الفتنة تأتي بمعنى الشرك والكفر كما قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل وفي آيةٍ أخرى أكبر من القتل قال ابن باز رحمه الله تعالى الفتنة هنا الشرك وتأتي الفتنة بمعنى الامتحان والابتلاء ولقد فتنَّ الذين من قبلهم فليعلمنَّ الله الذين صدقوا وليعلمنَّ الكاذبين وتأتي الفتنة بمعنى العذاب والمحنة كما قال الله تعالى واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة وقال تعالى عن شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنةً للظالمين إنها شجرةٌ تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن في مجموعةٍ من أحاديثه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الحديث في شرح رياض الصالحين قالوا الفتن على قسمين فتن شهوات وفتن شبهات يعني الامتحانات التي يبتلى بها العبد وما يُفتتن به على قسمين شهوات وشبهات فتن الشهوات ذكرها الله تعالى في مواضح من كتابه ونكتفي بموضعٍ واحد هو في سورة آل عمران قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الأمر الأول أمر العقيدة بعض الناس ونكتفي بالرد على طائفتين من الخلق الطائفة الأولى هم الذين ضلوا عن الصراط المستقيم فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى بحجة التوسل أو بحجة محبة الأولياء والصالحين والفتنة أشد من القتل أي الشرك بالله سبحانه وتعالى ده أعظم عند الله من القتل حسنت لو مركت بر اللي قيت واحد بكتوله في واحد تاني بضعاً فيه والله طلع مسدسه وعباه كذا عمره بعد ذاك شنو ضربه وفلان ده وقع مات قدامك أكثر الناس يا جماعة بيتهجموا وده أمر طبيعي والكلام ده يأثر فيه وأبسط شيء من التأثير كما قال ابن تيمية القلوب قدور والألسنة مقارفها طوالي ببدأ يتكلم لأقرف زول له من يمشي البيت يونس المرأة والله الليلة حصل شيء غريب جداً وسولا مقدمات ومنتاجه وإخراجه كله بعدين شنو فلان كتلوه وضربوه قدامنا كما الله ستر أنه ذاتك أنا الدواني طلقه وعمل له ذاته موضوع ويمشي بكرة في السوق برضو وفي الشغل يا زولة ما شفت الحسد شنو والواتصاب ملاه خبر عاجل خطير جداً ومقتل شنو كذا وبكرة في الجرائي التكتب أسألكم بالله كم جريدة بجيبوا أخبار عن القتل خاصة الجريدة الفاشلة اللي سمت دار كم خبر بجيبوه عن القتل لكن أسألكم بالله يوم واحد قالوا في واحد أشرك في أمبد ولا في العمارات ولا في الكلاكلة في شرك حصل خطير موقف خطير زول نادى غير الله حصل جابه في جريدة مافر وأيهما أعظم عند الله القتل أم الشرك الأعظم يا توجماء الشرك بالله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ليه ضل ضلال بعيد بعيدا لأنه البشر بخمرة صح ضل لكن لو قلت للخمرة دي كيف قلت لك حرام الله يهدينا الله لأننا مشاكل وهموم تراه شربنا والله يهدينا البسمة عقونة تقول للغونة كيف ويقول الله الله يهدينا كان مفروض نجي الجامعة ونسمع محاضرات وقرآن وقالت وابتلينا ونحن واقعنا في المعاصي وكذا الله يهدينا تلقى دائما أصحاب المعاصي في الغالب بيعترفوا بأنه دي معصية لكن تعال لواحد واقع في الشرك لقاه وراحت منه حاجة وقل لك ماشي ليه فكفلان تقول ليه فكفلان مالو وقل لك والله راح مني دهب والفكفلان ده قالوا بجيب الرايحة كيف بجيب الرايحة ولو الزل بشوف حاجات الناس التانين ما بشوفوها وزول بصيرته مفتوحة واحد في البلد ناغشته قال ليه أنا بصيرتي مفتوحة مسجد اسمه الزهرفي رفاع قال ليه أنا بصيرتي مفتوحة وبشوف البعيد والقريب قلت له طيب قلت له الدليل شنو قال لي قال رسول الله حديث نجر وقتي ما في الكتب كل نام تجت ما في ولا ضعيف ذاته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل في الولي نورا يرى به البعيد نجر وقتي طوال قلت له حديث ده وين ده كذب قلتني قال لي أ لا يكفيك أني قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أنا بشوف غايته أنا بشوف قلت له طيب بيتنا فيه شنو إننا بيت هناك قلت له بيتنا فيه شنو عين كذي قال لي بيتكم فيه أعراض يا أخ ما بعين له شوف اللولة وكيف قلت له غلازة البيت فيه أعراض شكرا لك الدكان متاع عمنا فاروق أول دكان جنب الجامع هس فيه شنو الله قال لي والله باللفظة دي قال ليس أنا نوري طافي متلوه نور بيطف في الجامع ده نور خير واصلوا كان نور صلاح بيطف في الجامع أنا دب ولعوين لذلك ناس عندها لخبة والكلام ده جماعة ما فيه موقف واحد ولا موقفين كلام ده سطروا فيه كتب جابوا فيه مصنفات نحن ما قاعدين نتكلم فيه ناس ساي زولس من عامة المسلمين مشوا جاء ولا دخل الجامع وكذا نقع فيه ده حرام الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا لكن زول لخبة الدين ده ده لازم تجيبه بيزمه تقول للناس فلان لخبة في الدين أبعد منه ما تسلك دربه ليه؟ لأنه لو في مكانيك ببيع إزبيرات ما أصلية واحد ببيع إزبيرات أصلية الزولة الناصح بيقول لك ده ما تمش له إزبيراته ما أصلية وده مش له إزبيراته أصلية يعني في إزبيرات بيحلل تمشي للمكانيكي أو تتكلم فيه تمشي لإذاك وما تمشي لإذاك لكن في الدين أقول لك ما تتكلم فيه زور في الكورة يحللوا أقول لك يخدمها نقدي رياضي تقول لي أخي اللعيب ديل ما ما فيشين دي ما غيبة اللاعب ده ما ما فيش يقول لك لا ما دي سما نقدي رياضي يا مولانا نقدي رياضي نقدي ساي تنقد ساي يعني نقدي ساي يعني في الرياضة ينقد في السياسة إلا خبت لك والله في الواتصاف في كذا وكذا ونحن والآخر والتراب الغالي التراب مكشح وكل وكذا وكذا ويقع لك في الوزير الفلاني والرئيس الفلاني في السياسة إت في الدين زول شالحك رب العالمين سبحانه وتعالى أدى لي فلاني ولخبة الدين والآيات والحاديث وضل الأمة كاملة تجي تنتقده يقول لك خلي الناس في حار يعني هما خلى ناس الرياضة ولا السياسة ولا الدنيا ولا المكانيكية ولا بتاعنا الخدار دايرك برضو إت تتخلي هما خلاهم ودايرك إت تتخلي الزولة البلخبة في الدين في كتاب اسمه كتاب الطبقات لمحمد والضيف الله الكتاب دا بدرس منه قصص من الطبقات بدرسوه في جامعة الخرطوم كلية التربية الفاتحة في أحمد شرفي كلية التربية بتخرج شنوها جماعة تخرج سادزة يعني دابد الرسول أسادزة والأسادزة يعلم الأجيال قصص قصص من الطبقات من الكتاب دا صفحة مية وستاشر المؤلف قال قال الشيخ دريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى فالصغرى أصغر درجة قال في الصالحين في الأولياء وده كلام كذب زه قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء أصغر أولياء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات يعني يتكلموا بأشياء غيبية ورب العز والجلال قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون والمزال إذا عارف تحسيم تماما إنه لا في فكي بإعلم الغيب ولا في شيخ بإعلم الغيب ولا في صالح بإعلم الغيب ولا في غير صالح بإعلم الغيب دار تفهمه تماما أقرأ سورة البقر بس أقرأ صفحة سادسة من سورة البقر ومنها قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أسماء الأشياء دي شجرة وده جبل وده كذا وكذا في تفسير ابن كثير أسماء الأشياء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني السؤال دا لابنوا يا جماعة لي ملائكة وهل أصلح الملائكة ولا الشيوخ بتاعنا في السودان أصلح منه قال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الغيب دا ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى يقول ويجيب لك شبهة لأنه نحن نتكلم عن الشبهات يقول لك دا بيعلم بإذن الله لا الله ما أزن له الله ما أزن له سبحانه وتعالى الدليل على إنه الله ما أزن له شنو الدليل في سورة آل عمران قال الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيْبِ مش ذا كلام واضح اللَّه سبحانه وتعالى ما كان أن يُطْلِعَ الْنَّاسَ عَلَى الغَيْبِ جل وعmit ولذلك دابنا الكتاب قال قال أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات قال دي أصغر درجة في الأولي قال الوسطى درجة الوسطى عندهم انت عرف الغلو ودلقات كثير من الناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى قال الوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي قال دفع الله ولد دا وصل درجة بقول للشيء كن فيكون الكلام نفي الكتاب صفحة مية وستاشر وآخر طبعة دي فيم طبعة سنة الفين واثناشر قبل ست سنوات يقول للشيء كن فيكون والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال نمر ثلاثة الدرجة الثالثة قال القطبانية عندهم درجات زي رتب الشرطة والجيش زي ما في رتب جندي وكيل عريف وشنو ما بعرفه نقيب وشنو رائد وحاجات زي دي وعقيد وكذي أنا ما بعرف ترتيبة زي الناس لكنهم برضو عندهم درجات إنت مريد وإنت ذرويس وإنت حوار وإنت مقدم وتصل درجة تبقى شيخ وشيخ طريقة وتصل درجة تبقى غوس وتصل درجة تبقى وتد وتصل درجة تبقى قطب قطب دي خلاس درجة معناها خطيرة مرة واحدة قطب يتصرف ويفعل وإلى آخر شأن كذي بعد طوال قال وقال الشيخ بلل ولد الطالب اسم كذي اسم بلل ولد الطالب قال اعلم يا ولدي أن اسم ابوه دفع الله هو اسم الله الأعظم والله الذي لا إله غيره مكتوب كذي في الكتاب فذي ما عبقود الناس إلى الشرك بالله يمشوا للدجالين شوف لنا الرائحة وسولين وكذا ومجد ما في دجال بإعلم الغب ذلك رب العزة والجلال ذكر في القرآن قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة لما جاءوا في صورة رجال قال الله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم شنو خيفا أو ما أعرفون إن ذو الملائكة ورب العزة والجلال ذكر قصة سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال الهدهد قال لي سليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به أسئل أو بعلم الغيب بيقول له عبارة زيدي قال لا أنا عندي معلومة إذا ما عندك أحط بما لم تحط به وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينَ إِنِّي وَجَدْتُ أُمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْ فذا جمع قادة الناس كثير من الناس إلى الشرك والكلام ده ما يقول ما موجود موجود والله في بلدنا ذي راقد بل كوم والردوم راقد ومن الشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى زولة جماعة في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين عاهد الله سبحانه وتعالى إياك نعبد لا نعبد إلا أنت وإياك نستعين لا نستعينه إلا بك امرك بر الجامع بسعة يقول يفلان الحقنا ويفلان أفزعنا مرة جايين بباخرة في الطريق لقينا نسوان جوا في الباخرة جايات من عمره كمان يعني يعني عمروا وجايين بذل حافظوا علي عملون بعضون والحمد لله الناس نصحتهم الله يتقبل قبله واحدي راقدة عندها مرة معاه راحة يسمى حليمة نحن اسمينا الكلام ده بأضاني جايين مارين قالت يا صايم ديمة تجيب لينا حليمة في الباخرة ذاته قلت لهم صايم ديمة وين فيهم بده مدفون وحليمة رايحة في الباخرة هنا نادوا الله سبحانه وتعالى الله قاله وتوكل على الحي الذي لا يموت صايم ديمة مات ولا نبس له زول ولا يساء له زول كلام ده جماعه ما فيه وي سب الزول ده بس مات صاح ولا ما صاح صاح وطالما مات ابقى ما نعتقد فيه وإنما نعتقد في الحي الذي لا يموت وأي زول يقول لك الكلام ده سب ولا كذا ولا جيبوا لينا الآيات والأحاديث يقول لي رأيك في أبو بكر الصديق في أبي بكر الصديق يقول لك ده صحابي جليل والرسول الزهات في الأحاديث لأنه قلت يب آيات الرسول الزهات قال عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين ده أول واحد فيهم لمن النبي عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا أبو بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت مش الكلام ده جميل جميل جدا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ما في صحابي واحد قال لي ما تجيب اسم زول ولا في صحابي قال لي تسبيت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ده ما سب وذكر الرسول به اسمه قولك ما تجيب اسم زول ذكر الرسول به اسمه صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وذي حقيقة ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الليلة العبارة ده شلت بس غيرت اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وختيت اسم شيخ في مسجد إلا يلمو إلا شفت المرقك الجليل العظيم من الحكاس أنا سيخايف مسجدكم دي جوتو حاجتكم دي ذات المرقك منا كيف ذات شغلته كيف لكن ناس كون راغين صريفين والله أنا قبل خطو الشغلاتي قلت تاسي كان جاتا ذات وزول يجرب مكفول قال لهم من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم نحن لآنا جماعة إذا دخلنا قلنا البعبد شيخ فلان شيخ فلان مات ولا نبزنا ولا قلنا في النار والبعبد الله الله حي ما بموت لا نبراحك كذي ما قال ابن عثيمين رحيم الله قال فكر بعقلك قال زولة جماعة قال إنسان يموت يغسل يكفن ما بيتحرك زول له معافة كذي في جسد يخلي زول يحمي مواب طب خلي يغسل يجرد ثيابه ويغسلوه ثلاثة جرادل موه يحادي وكافور موه يبقى كافور واحد بتاع السجر ويقلبوه ويرفعو لي ظهر ويعصروا بطنه وأشياء كثيرة ومقص شنب حاجات كثيرة بعد يجيبوه يكفنوه ثلاثة قطع ويربطوه ويشئلوه في عبرش وعن قريب ودوا المقابر حفروا المطمورة ودى اللحد اللحب ويدخلوها لجوه القبر لسه الزول ما قادر يتحرك في الزول يخليه عمارة وسرير لين وكيفات وراحة يرقوا تفتراب بطواعية كذي والله قال قل إن الموت الذي تفرون وده بيجروا منه بيجروا ما جايف المجنون إن جا يقطع الزلط يتلفت بيجنه دراسه بيجفز زلط دراسه بيج قل لك الشغلة دي كذي حتة نقطع بيغا دي ممكن نقطع فيك التبسطونة لكن العربية دي ما بخاطر فيها بيه مجنون وبعد دا انت بتفر من الموت يشيلك يدخلك جوه القبر الزول لشيخ دخله جوه القبر وخدت اللبن وجابوا الطين لليسوه وتراب فوق ليو وبعد دا اعتروا العربية ذارة انقلب ادفنوا ديل ذاته يقول ليها فلان الحقنا طيب انتوا دفنتوا شنو وزا هو بالحق انتوا ليش لتو دخلتوا القبر ما كان مش براو لذلك يا جماعة رب العزة والجلال وصف أهل الضلال انهم لا عقول لهم ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم ايوة الزولة اللي فيه خير ده الله بسمعه وده ما سماع الاذنين فقط وانما سماع القلب ايضا يعني الزولة اللي بتلقوا بيسمع النصوص ويفهم طوال الفهم الصحيح وقلبه يتلقى بصدر رحب ده زول فيه خير وده الله ده يربيه خير فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام صدر منشرح تلقى لأهيات دي اسمعه متكيف ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا قال الزجاج الحرج اضيق الضيق يعني زي الزولة الطالع ليه فوق كل مرة نفسه مضايق ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ولذلك يا جماعة انسان يدعو الله وحده لا شريك عود نفسك ده مخلوق زيك ما تنادر قال تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين واي شيء الله يتحداك فيه ده بعيد منه بعيد يقول لك فادعوهم معناك ما تدعون معناك ان دعيتهم بتتورد ساي بتتغلب لأن الله ما يغالب سبحانه وتعالى من يقول يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا في ضعف اكتر من كذا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له بتناديهم كلهم لو لمون عشان يخلقوا ضبان ما يقدروا خلي يدوا فلان الجنة يدوا جنة عديد قولك فلان بدي جنة فلان بيجيب المضطر فلان ده سابق يا قبل ما تقول يا بلحق اكتواني طيب أنا قبل ما اقول يا هل يحقني في واحد في غادي عنده قربة قال يا وبغادي ده قال يا وبغادي ده قال يا الزلد بيبقى كم وبلحق منه ويخلي منه وهل هو في قربة هو في نفسه ذاته في قربة في الموت ولا ما في قربة الموت ده قال الله قال مصيبة خليتنا هذي لك ميت قول ميت ده في مصيبة ذاته قال في سورة المائدة إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إتا كان عندك قربة وقاعد في الانعاش والدربات شغالة وركبوا لك الحاجة ازي داك ازي المشبك دي شفت دي لما يركبها لك بتاعة الكمبيوتر معناها إتا قربت شغلتك دي قربت عند الدكاتر يعني حساباته مما يركبوا لك دي معناها إتا أعمل حسابك شغلتك دي قربت والكمبيوتر شغالك دي تيت 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 لما نبقى عديل دا تيت معناها الشارع فتح أبقى مارك طوال تيت طوالي إتا من الكربة تناديو وقربة أشد منك لأنه مات وإتا يا دوب إتا شنو إتا يا دوب في الدنيا بتشوم هوى هو ده جوة القبر ده إلا الله يرحمه سبحانه وتعالى لذلك قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب دا البناد غير الله والمطلوب دا البناده لتنين الله قال لك ضعف ده ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز والله ما عيزوا إينادي غير الله دا ما عرف الله صح والله ما عرف الله وما قدر الله حق قدره يا أخي الله ذا سبحانه وتعالى بيعلم الجوة قلبك خلي الفلسانك قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ما قال الهم الهم بعد النية الهم إنه عليم بذات بذات الصدور جوه ذات سبحانه وتعالى قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى وفي ناس في الدنيا دي أعدال الله لمن يشوفوا القيامة بعدين ويشوفوا النار بيتوبوا بيقولوا نحن توبنا ويقولوا لو رجعونا بنعم الكويس الله عالم بهم إنه لو رجعوا تاني برجعوا لي باطلون قالوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه سبحانه وتعالى ولذلك أجماع الإنسان يتوكل على الله يعتمد على الله يا أخي يا أخي أسف الكورة ذي لو غلطت ثلاثة غلطات بمرقوق بره ذكرت أصفر أصفر أحمر طوال الله تغلط عشرين غلط وستين وسبعين وألف غلط من الصباح غلط الصلاة مآخرة صبح الشاي بسمل أو تبسمل تركب المواصلات تتلفت في الجزاء تعاين للنساء تيشغلوا هنا تقعد تسمع تصل على المكتب اختلاسات وزنوب وكذب وحليفة بالكذب الظهور تأخر معاصي دي كله بعد دي أكل فيك شريبك النفس يديك له النفس ده ما سكواه ماريكا ما كان طارت لنا نحن بالجمر الخبيثة دي الكهرباء اشتري نفس بخمسين جنيه كان فلست تكون بس كاتم في البيت كان لكن الله نعم يديك له سبحانه وتعالى وينعم عليك ويكرمك كإنسان ولقد كرمنا بني آدم وبعد بعد تعصي افتح لك باب التوبة ياخفي ناس أساءوا إلى الله سبوا الله عديد سبوا في القرآن الله جابه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا الله ثلاثة والله قال له سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أحد نجد تحسي بتقول واحد اثنين ثلاثة لكن كان قلت أحد دي ما بتمش لك واحد اثنين ثلاثة لكن أحد دي بتقيف كذي أحد وبعد بعد سأوليه قال في الآيات البعد أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كانت أبو لي باقبل قال وناس وصلوا درجة بعيدة من الزنوب مجزا بين ولا ثلاثة ولا عشرة قال قل يا عبادي الذين أسرفوا ليس راف مجاوزت الحد يعني دي اتجاوزوا الحد مش بعيد قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور رحيم شكرا قلت لك بيل صاحب المعصية ضلاله عارف نفسه في معصية قريب لكن صاحب الشيك ده شايف نفسه في خير هو في أشد الضلال وفي مهب الريح وفي أهوى الهاوية يا غزول مش حصة ساي كتل تزع وتزع الرقبة تزع وتزع نفس طق طق كتل والله بينظر له سبحانه وتعالى اكتل دورة ده ده ماشي على أولاده شايل كيس الخدر طق يكتل خلي أولاده يبكو بيغان ده في إجاه ماشي يزوج فرحان يكتل خلي زوجته لافز ده في إجاه كذا ده كذا ده كذا كتل تزع وتزع رقبة في النهاية ده رتوب كذا انت كان زول غلط فيك تزع مرات ده مبتخت صاحبك يقول لك المرة اللولة فوت نالي مرة الثانية فوت نالي الزول ماشي ماشي غال ده متقيل يا أخي يقول ده متقيل عديل كذلك وده قال لك تزع وتزع معصية ومش معصية ساي قتل عديل لما انتاب وكتل واحد كمان نمر مية ده وقاعد يعبد سأل وقال لها أنا عليت وانا جبت لك بالدار جسانة في البخاري مسلم حديث سعيد الخضري رضي الله عنه قال لها كثلت تزع وتزع رقبة رأيك شنو بالدار جسانة جبت الله قال لها الشغال ده كثيرة السانة قاعد عبد هنا بعبد شغال عبادة وخش الجنة وكتلت تزع وتزع وتزع تخش معايا برضو شغال تقدم ما في توبة قال لها قال لها ما في توبة ولا تعال حق ذاته تزع وتزع ما جاي انت ما مية كي تتوازن كوي لا حق مية طو الزول ده بعد ده ما ايسم رحمة الله ما قال لها لها زول فكيه يقر ابني وتلقيه يسيء الظنب الله يقول لك انا الله عليك الله جوا الكلام ده كعب كيف قول لك انا الله لو جيت عديل ما بيقبلني إلا مش لبه فلان أساء الظنب الله عشان كذي قال لك ما قدر الله حق قدر طوال مشى أنا القصة دي مكيفني فيها شنو الزول ده بعد تأب الله هو الليل أريض عديل يعني تخيل زو الكاتل تاب الله الأريض زا تحول له في صيح مسلم رواية صيح مسلم في البخاري ومسلم في رواية مسلم فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي في لفظ أن تقاربي في صيح مسلم أن تقربي تعالي قريبي يعني أريض حول له وفي النها شاء له ملائكة شنو الرحمة وفي رواية ذكرها النوع في رياض الصالحين قال فنأى بصدره يعني الزل لما انجوا ملك الموت لو وقع عليه ظهر كان شالة الملائكة بتاعت العزاب لكن نأى بصدره وقع على صدره فأخذته ملائكة الرحمة إت زول ما كتلت وإت باب التوب مفتوح أحسن الظن بربك قل يا الله أنا غلط عديد الكذي أنت مما تعترف معنا تدربك وآخرون اعترفوا بذنوبهم مما تقول يا الله أنا غلط كثير جدا وآنا الليلة جيتك تايب وإنت التواب اسمك التواب واسمك الغفور وإنت بتغفر وبتتوب على العباد توب علي ما بيقبلك قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباد فالزول جماعة يقبل التوبة من عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فلذلك جماعة الإنسان يلجأ إلى الله ويدعو الله ويتوكل على الله ويعتمد على الله ليعلك حجاب قال وليمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وليعلك في الطف الكمون بحفظ لك الله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وليش التراب قب يدبرك به ما في البركة من الله تبارك الذي بيده الملك وباركنا عليه وعلى إسحاق الببارك الله مش تراب تجعل عقيدتك في الله تمام الميد إنت تدعو ليه الله يرحمه مش إنت تدعوه من دون الله لأنه عمل انقطع الرسول قال لك التدائر يدعو ليك الدعاء هذا عمل والرسول قال لك صلى الله وعي سلم من يد عمل انقطع إلا من ثلاث صدق جاري علم وانتفع به ولد صالح يدعو له في صحيح مسلم ها العزان أوصي نفسي وجميع هؤلاء الإخوة الحاضرين والآباء بمراعاة هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد والعقيدة تعلماً وعملاً ودعوةً يماع الزول في الحياة دي كن مدعلق بأله بس سبحانه وتعالى في أمور الدنيا بكفيك أي هم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه معنى حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى بكفيك ما بحوجك لي غيره قال أليس الله بكاف عبده الجواب هو كاف لعباده سبحانه وتعالى بلى هو كاف لعباده جل وعلا الزل تكون عقيدة في الله تمام في الحياة دي جاءوا المرض وحسيد بدنو والأجل والتعب وكذا وكذا تركز على التوحيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لو مت على التوحيد ده آخر كلمة ما ركتبها من الدنيا دي لا إله إلا الله إنت من أهل الجنة في القبر إنت محتاج للتوحيد لأنه أول سؤال من ربك يوم القيامة إنت محتاج للتوحيد قال أبو العالي رحمه الله من أئمة التابعين قال سؤالان يسأل عنهما الخلق يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين الجنة ذاتك أمم واحد ما بتخشه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماذي الظالمين من أنصار لذلك الإنسان يهتم بأمر العقيدة بل الرفع في الدنيا والآخرة بهذا التوحيد والله الذي لا إلى غيره شوف نوح عليه السلام الله نزل سورة كاملة يسمى سورة شنو نوح شوف الرجل ددع كيف ولا ملة ولا كلة ولا زهج ولا الضايل صابر سنة سنتين ثلاثة أربعة تزعمية وخمسين هلقي الله شوف الثبات ده شان كذي ما العبرة إنك تسوي نصيحة نصيحتين في التوحيد ثلاثة قويات وأربعة وخمسة بعد تاني تتخبط العبرة إنك تكون ثابت كذي الناس كلها لو اتغيرت وتفلسفوا وحقيقة وينبغي وفي هذه الأطر ثم إننا في المرحلة القادمة إن تكون في المرحلة ذات ماشي تكون ثابت إلى أن تدرك إلى أن يدركك الموت ثابت على هذا المبدأ العظيم والأساس المتين وهو التوحيد دعوة دعوة يا أخي الحدي ناس ذاته قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا شوف عليك الله الدعوة ذكر هو ذاته قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا بالليل والنهار شغال النهار السخانة شغال والليل في الظلمة شغال دعوة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا بعد ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار شوف القوة ذي كيف يعني ناس خدت أصابعهم إنت ما أوصلنا مرحلة زيدين إحنا الآن زولت أخذ جامع كلهم يعملوا كذي ما ذا يرين شغال زيدا بعد خدتوا لي الأصابع ما قال لهم خلاص صبرو بس فيك المتين الناحية السياسية كذي نغنعهم فيك المتين عشان يعجبنا الكلام وكذي واصل بس في الكلام المابين واصل إلى أن قال الله تعالى له لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ ثلاثا نازل موضوع انتهى ثاني ذي البسكة ولذلك جمال إنسان يصبر على هذه الدعوة ويصول ويجول ويذهب ويأتي قال الشيخ الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد في عانة المستفيد في باب من الشركة الاستعاذة بغير الله قال في هذا الباب قال وَلِذَلِكَ يَنْبَغِيَ عَلَى دُعَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ يَصُولُوا وَيَجُولُوا فِي الْبِلَادِ قال وَفِي الْمُدُنِ وَفِي الْقُرَى وَأَلْ لَا يَشْغَلُ النَّاسَ بِقَضَاياَ كَذَا أَمَرِيكَ وَكَذَا وَكَذَا الْجَزَائِرِ قال ذكر بعض الدول بل والله في نفس الباب قال وَالسُودَان وَإِنَّمَا يَدْعُ النَّاسَ إِلَى التَّوْحِيدِ بل لفظة دي في الباب ده راجع وَإِنَّمَا تَدْعُ النَّاسَ إِلَى التَّوْحِيدِ إلى العقية الصلاة أشياء الله دي كلها فوق وده يدخلنا جماعة في المسألة الثانية وهي مسألة الخروج على ولاة الأمر وقبل ما ندخل في المسألة دي باختصار لأنه الزمن نحن المسألة دي ابن ناغشة كحكم شرعي دا دين يدان لله تعالى به ما شغل سياسة ولا سياسيين لأنه شغل السياسة بتلقى السياسي مرات يقول كلام الليلة في ناس يطرقوا كحكم بكرة ناسه يعملوا نفس الكلام يقوم يغير شنو يغير كلامه ما بجوز الخروج بكرة ناسه يمسكوا الكرسي يقعدوا فيه الآن يقول للناس اخرجوا بكرة ناسه يمسكوا الكرسي يقول ما بجوز الخروج حرام الله بعد بكرة ناسه يشيلون بر يقوم يمرق للناس الجهاد وموتوا واذهبوا وخرجوا رسول قال لك في الحديث ده في ابدايته ودنصوا بألفاظ أن تقبير الرسول عليه الصلاة بالألفاظ التي في سنن أبي داود قال إن بين أيديكم كذي اللفظ بتاع الحديث فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قال القاعد فيها فتن القاعد فيها خير من القائم لأنها فتن والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا لمن تجي الفتن والبلد تجوط قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم كلام ده مش واضح كونوا أحلاس بيوتكم أحلاس جمع حلس والحلس ده بالدارج يسموه اللبدة يعني الجلد أو القضع بين السري والداب ولذلك أياما عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم قال من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية قيد شبر وده حكم الله سبحانه وتعالى لا تخرج لا تمشي لا تجئ وإنما عليك ببيتك وعملك وما يخرجك لأمر دنياك أو لأمر أخراك ما بجوز لا مظاهرات سلمية ولا غير سلمية ولا كذا والكلام ده في حق الحاكم ده الآن ولو بكر جا حاكم تاني جديد مسلم غيره بنقول نفس الكلام ولو بعد بكر جا واحد تالت وعزبنا نحن بنقول نفس الكلام لأنه ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وده حكمه وجماعة وكتل فتنة بتبين للناس ويتبين للكل الصادق من الكاذب والذي يتبع هواء من الذي يتبع السنة رسول عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم قال لحذيفة اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا ظلم ولا عدل هذا ظلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ليه؟ لأنه من تخرج بتجيب مفسدة أكبر ومش بيبقى ضياع المال ضياع المال ومؤسسات وأعراض وفوضى وجوطة وغير من الأشياء بل الحجاج بن يوسف المعروف في التاريخ في الصحيح لما جاءوا إلى أنس رضي الله عنه قالوا يا أنس ألا تتكلموا في الحجاج ألا تنظروا ماذا يفعل الحجاج قال أيها الناس اصبروا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كلام واضح وده حكم الله سبحانه وتعالى والواجب على العبد أن ينصاع لأمر الله جل وعلا ونسأل الله أن يصلح الكل وأن يسلمنا في أنفسنا وفي أعراضنا وفي أموالنا وأن يسلم بلادنا وأن يفتح علينا من رزقه وأن يزيل هذه الكربات وأن يمنع الفوضى وأن يسود الأمن في البلاد أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بن واصينا جميعا إلى البر والتقوى جزاكم الله خيرا على حسن السماع ونشكر في ختام هذا الكلام بعد شكر إلا أهل هذا المسجد لجنة ومصلين وإمة على فتحهم هذه الفرصة لتذكير إخوانهم من المسلمين وهذا هو واجب المساجد وهذا هو عملهم بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا ثمانية دقائق ما هي بتبدأ أي مع السلمية برضو ما بتجوز لأنه هي بتبدأ بتقول سلمية طيب الأدلة على إنه السلمية ما بتجوز كنو؟ باختصار شديد جدا السلمية بيمرقوا يقولوا شنو؟ بيقوا مرقوا يقولوا دائرين حقنا صح ولا ما صح؟ دائرين حقنا طيب النبي عليه الصلاة والسلام في السنة لابن أبي عاصم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان يعني دار تنصح زهل عند سلطان الشريعة ما قالت لك ما تنصحه بل التنصحك له دا من الدين والرسول قال الأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يعني ظالم دا أفضل الجهاد تقول له الحق لكن عند ذي قاله ظرفية يعني قدامه في وشه فما بجوزت في الملأ تمشي تشهر به لكن تلاقي براه هو في نفسك وتناصحه يقول لك يا مهلان أنا ما قادر أقابله توصي الزولة لبقابله يقول لك أنا ما قادر أقابله توصي الزولة لبقابله يقول لك برضو وصينا وما وصلت بعد ذا الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب الرسول قال صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية مش الكلام دا واضح جدا فلا يبده علانية لا سلمية ولا غير سلمية وليأخذ بيده وليخل به شوف الكلام دا مؤكد كيف فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه وبعد هنا جماعة الله قال في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون قالوا السعيد من يتعظ شنو بغيري نشوفنا تلما تمشي تناصح في الملأ وما فزول بهم أصلا الخراب بيبدأ بمظاهرات سلمية سلمية دي التمشيت هي حرام أصلا بعد شوية بخشوا ناس بتاهم فوضوا بعد شوية بحرقوا لساتك بعد شوية في دكاكين جنبهم بعد شوية ووق بعد شوية اشتباكات بعد شوية الدم بعد شوية موت وفي النهاية الحال في حال بل الناس عصت الله سبحانه وتعالى واجب على الناس أن لا يخرجوا لا سلمية ولا غير سلمية ترجمة نانسي قنقر